اهلا بكم مشاهدي تلفزيوني اليوم السابع من مدينة المنصورة بمحافظة قدق اهلية مع بطل العالم في رياضة الكاراتي ابن مركز شربين عبدالعزيز عاصم اللي بعزمته وقردته قدر انه يحصل بطولة العالم بالكاراتي مرتين على التوالي ليتوج اسمه بين الكبار في مجال رياضة الكاراتي ويرفع اسم مصر في العالي اهلا بيك يا عبدالعزيز عبدالعزيز عاصم عبدالعزيز 29 سنة من مركز شربين محافظة اهلية قرية كفر الاطرش اه بطل عالم اه مرتين على التوالي اه اول بطولة في 2018 باسبت اه طبعا اجواء البطولة الله يبارك فيك اه طبعا دمي رؤية المدرب بتاعي اه الموضوع ما كانش كده وخلاص الحمد لله رب العالمين تعبنا كتير جدا ووصلنا اللي احنا عاوزينه اه جبت اول عالم في 2018 ولمش كده بس اه حصلت على كهاز افضل لعب في العالم اسوياء ومعاكب وده اول مرة في تاريخ العرب ده في 2018 بعدها على طول كان عندنا رؤية وعملت حاجة صعبة جدا في 2018 اه بالنسبة للقراطيه جزئين في حاجة اسمها كوميتيه اللي هو اشتباكات وفي كاتة اللي هو عرض استعراضي وبنتكايم عليه بدرجة ومين اعلى من مين ومات شرط وكده حاجات تمهيدية للنهائيات فدي بالنسبة للكاتة انا طبعا بلعب كاتة ممنوع عندنا نلعب الاشتباكات فانا بلعب كاتة فالكاتة اللي انا نلعبتها في طولة العالم اه في 2018 اه كانت كاتة اسمها كاتة امسو كان اول حد في العالم يلعبها على كرسي متحارق الحمد لله رب العالمين خدنا بها درجات عالية جدا يعني كان فارق بيني وبين تاني عالم اللي انا كسبته في الماتش النهائي تقريبا كده درجة وتمانية من عشرة يعني موضوع كبير جدا اه ده طبعا يعني مدارب بتاعي قلي كده من زمان يعني من قبل ما نروح لو مش هنروح نكسب يبقى ما نروح شاحسة فده احنا شغلين عليه طبعا من سنين كتيرة جدا من قبل وطمانتاشا اه اه بعد ده على طول كرامت من سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اه بوسام الجمهورية الطبقة الاولى ده طبعا كان حافز نفسي ومعناوي وكل حاجة يعني كان حاجة جميلة جدا ويعني وما كرمنيش وبس ده قاعد اتكلم معايا وعدتوا بمداليا دهب تاني فقال انت لو عملت كده يبقى حدث كبير جدا قلت له ان شاء الله بازن الله السنة الجاية هتكرمني وهحصل على على دهب تاني ان شاء الله فالحمد الله ربنا كرمني انا لسه راجع من اتناشر يوم من بطولة العالم بدبي اه الحمد الله برضو حصلت على مداليا دهب بتغيير كمان الكتات الصعبة اللي انا كنت بلعبها في الفين وتمانتاشر يعني الكتات الصعبة اللي عالم كله مبهر بها دي لعب بتاعة في اول ادوار يعني من الحاجات السهلة يعني الحاجات اللي هي التمهيدية في الكبداية اه فكله طبعا العالم كله كان مستني ان انا الحاجات اللي هي بالنسبة لنا دي بقت عادية فبيقوله عبدالعز اللي عمي الحاجات الحلوة طب هي لعب ايه في المشاة النهائية طبعا برؤية المدرد بتاعي عملنا حاجة جديدة اصعب من الفين وتمانتاشر مئة وتمانين درج. فطبعا الكتاة دي بيبقى لها اسم اسمها. فانا بعرف الكتاة قبل ملعب. فانا اول ما دخلت على الملعب وبناديت اسم الكتاة اصلا الموضوع اختلف خالص اللي يعني تقريبا لعالم كله سكت يعني كل حاجة معادش في صوت في الصالة خالص لان كل الكلام هو هيعمل ايه? الكتاة اللي انا اللي اعملها دي صعبة جدا. لان انا بقف على العاجلة واحدة بالكرسي. بقف على حاجة درجات صعوبة كتيرة جدا. وممكن في اللحزة كده في اللحزة اخسر. يعني في اللحزة لو وقعت فالقانون بيقول ان هياخد صفر فاخسر فالص. فدي بتبقى مغامرة ومش كده وخلاص يعني مش كده وخلاص دي تعمرين كتير جدا. طبعا الصبت اصابات كبيرة جدا لان كنت بقعها كتير جدا بالكرسي وكنا بنتبهد لان انا معروفة عندي في العالم كله ان انا بنط جنبات بالكرسي ما يعدل تمانين سنطي. تمانين سنطي ده حاجة كبيرة جدا. وانا اول حد في العالم عمل حاجة زي كده. حتى الكرسي اللي بلعب عليه ابتكارات الكرسي ومقاسات الكرسي. ونظام الكرسي تقريبا يعني مش تقريبا يعني هو العالم كله عارف ان الكرسي اللي احنا عملنا ده وقعدنا يعني نبتكر فيه ونصلح فيه ونخليه بالشكل في الاخر ان هو يبقى فيه عالم مصر فيه ومفيش فيه ضهر كاني مش قاعد على كرسي ده هتعبنا فيه كتير جدا وده كرسي ده احنا مش شاريينه. اه كابتن هانو تونيب عبدال. اه ده اخويا اصلا وهو اللي يعني بدأت معاه من الحزام اللي بيض من هو انا عند تمن سنين. انت كان يعني يا عبدالعزيز حبك للكراتيه. انت كان عندك حلم دايما ان انت عايز بقى بطن في العالم. اسمك مصمة الكراتيه. اه طبعا. هو بصي بداية الطفولة طبعا مش حب كراتيه لحاجة لان انا كنت طفل زي طفل عادي. اه بصيت فجأة لقيت ناس لابسه اى البيضة كده وللي لابس حزام اورانجة وحزام اصفر وحزام اخضر طبعا احنا في بلد ارياف اكفر الا طرش. فلما لقي حاجة زي كده فانا اتشددت بقى الناس دي لابسه ايه. فقلت العمي اه كان عمي اللي موجود معي لان كان كان والدي مسافر عمي مازن. ربنا يخليه رب. قلت له ان عاوز اروح الاعب اللاعب دي. قال لي خلاص هودك ونشوف. فوداني فانا تفاجئت صدفة كده ان البي يمرر هناك ابن خالت اللي اهوكابتن هانو تونيب دلوقت فاندرب منتخب مصر نشيئين ونشيئين ونشقات دلوقت بمرحلة فااول ما شافني هو عارفني انا مكتش عارفته لان احنا كنا قاعدين في ليبيا للظروف شغل والدي وكده فقال لي انت كويس وتستمر وكده طبعا انا يعني بالنسبة لقرياف مش قصدي حاجة ولكن الاستمدربية في العلعاب الفردية ما بتبقاش كتير يعني يعني ممكن الحد يلعب سنة يلعب شهرين يقعد تاني يرجع يلعب في الاجاز عشان المدارس الحاجات اللي احنا عارفينها دي انا بقى ما الحمد لله يعني ما قعدتش خالص يعني. الاس بقى استمرت وكلامه اداني دفعة كبيرة ان انا كمل وان انا بقى بطل. مكنش في دماغها بقى بطل اصلا انا في الاول زي ما قلتلك اللي ولا شايف ناس لابس بيضة البيضة فانا عاوز انا لابس البدلة البيضة والبس الحزام اللي اصفر مسلا. وبدأ انا بقى مسيرة بقى احزم اصفر ارانج اخضر ازرق بني زي اي طفل عادي. اه اول مسير ني وصل عشر سنين بيبقى في بطلات رسمية. فمدربي بدأ يشاركني بقى في البطلات. ما كنتش برضو جامد اول حاجة كنت باجيب خامس باجيب رابع باجيب تالت عادي خالص كده لغاية سنة تلتاشر سنة. خلاص بقيت اول ده اهلية. وبنافس بقى جمهورية بخش في. يعني مستوى الجمهورية في مصر موضوع صعب مش سال. يعني انت من احسن تمانية على مستوى الجمهورية. مسيرة كملت لغاية سن تمنتاشر سنة. اه جيت انا في تمنتاشر سنة احنا اه عندنا في الارياف بنتجوز اه بقدر شوية. فانا خلاص بقى العيلة لازم تتجوز ولازم ولازم. فانا اتجوزت بعد فرحة على طول عملت الحدسة. فانا تقريبا في يعني المدة دي دخلنا في سنة. ما عملت الحدسة. حدسة كبيرة جدا طبعا اه مش عاوز اخد فيها كتير. بس اللي هقدر اقوله ربنا يرحمه صديقي هو اللي كان عاوز يوصلني للتمرين عشان يتفرج علي. كنت بديت يا رايح ارجع من بعض الفرح. فهو قال له اوصلك وعايز اتفرج عليك نفسه اتفرج علي. اه ربنا يرحمه ورب اعز صديق ليا يعني محمد عادل الالف. ربنا يرحمه ان شاء الله واكيد في مكان يعني احسن من هنا بكتب. اه ده بالنسبة الحدسة بعد الحدسة اعدت السنتين طبعا معاناة كبيرة لان اعدت فترة علاج سنة وست شهور. وتعلمت الماشي بدأوا يعلموني الماشي من قول الجديد على اجهزة من من بعد سنتين بالزبط. فا اه كن مسلا يعني قصة ان انا ابدأ بقى كراطية تاني فانا اجباري هلعب على كرسي المتحرك. حتى بقى انا بقى امشي بقى لبس جهاز وبقى امشي بالاعاقة مسلا بامشي وبالبس جهاز او امسك عكاز وهو امشي. لا هو القانون بيقول ان انت بدل عندك اصابة. اه تمنعك انت تضرب ضربات رجلين او تنطر جنبات على رجلك علشان ما يبقاش في ضرر. فانت خلاص انت كده اكيد هتقعد على كرسي. فالقرار بقى كان صعب في الوقت ده. ان انا ما دخلت على المدرب بتاعي اه معايا اخوه بقى الصغير اللي هو صديق عمري كابتن محمود طنيب. اه فدخلين كده بالكرسي فبقول له كابتناني ايه? انا ان شاء الله انا عاوزك تبص علي كده عاوزين نلعب على كرسي وكده. قال لي لا لا مستحيل اه انت مش هتقعد على كرسي انت مدرب كواس جدا. انت كنت لعب شاطر. وخلاص هو ربنا شاء ان كواس انت بتمشي وزي الفل وقصة ان الكرسي ده يعني يبلاش الكرسي ده. فبعدها على طول بيوم كده او بيومين لقيت وقال لي ايه تبعت الكرسي كده ونبص ونتفرج. فاول ما اتمرنت وقدامه طبعا قال لي شوية تعليمات كده اعمل ايه? فقال لي خلاص بقى احنا نستمر علشان كده ايه? اه لو انت استمرت على كده هتبقى بطل عالم. طبعا كابتن اه كابتن هاني ده يعني غير ان هو اخويا انا انا مؤمن برؤيته. يعني لما يقول لي فوقت زي ده انا مكنتش حلو ولا حاجة يعني مكنتش جامل. اه في كل حاجة برا الرياضة كمان يعني بالرياضة وبرا الرياضة في الحياة عمتن يعني. فاما جملة ديته لقيت من بقه دي حياتي بقى اتغيرت بقى اللي هو ايه? اه لو اتمرنت هتبقى بطل عالم على كده. فخدت الكلام منه لان رباصك فيه جدا يعني. وبدأت بقى اتمرن على الكرسي. اه اتمرنت تلات شهور تقريبا وبطولت الجمهورية جت فقال لي خلاص بص انا رؤيتي ان تتبقى بطل عالم ولكن في التلات شهور دول ما نقدرش نعمل حاجة كبيرة. بس هنخش نجرب في الجمهورية انت الرقم كان. دخلت في الجمهورية جيبت تاني جمهورية. فقال لي ده طبعا حدث جميل وفرحنا مش زائلنا فرحنا لان يعني انت بادئ تشوف مين المنافسين ومش عارف مين لا يلعبك وكده. فخلاص جيبت تاني جمهورية وطبعا كنت بلعب على كرسي من بتاع المستشفيات العادي مش مجهز ولا حاجة. وطلعب ببدلة عادية لسه. كنا بنشوف لسه الدنيا عاملة ايه. فجينا بقى من تاني جمهورية دي اه اه دي تغيرت بقى خلص. لازم الكرسي يبقى كويس. لازم بدلة تبقى كويسة. لازم الشكل يبقى اه العام كبير. اه اشتغلنا على كده تاني موسم بعد ست الشهور على طول بطولة جمهورية جبت اول جمهورية. تصليلات منتخب جبت اول تصليلات منتخب. تقريبا لعب تلات بطولات جمهورية. جبت اول فيهم. وجيت بقى بطولة العالم بتاعت الفين وتمانتاشر. اه ربنا اقدر ان انا سافر بطولة العالم في الفين وتمانتاشر. دي كابتن هاني قبل ما نطلع من هنا رؤيته قبل البطولة بسبوعين قال لي خيدة خلاص يا حبيبي احنا نجيب دهب ونيجي. يعني احنا رايحين نجيب الدهب ونيجي ان شاء الله. ده رؤية يعني ان شوفنا المنافسين وبقينا عارفين هنلاعب مين ومش هنلاعب مين. وفيه حاجة اسمها البولاية نزلت اللي هو احنا هنلاعب مين ودول مين اللي هتلاعبنا فاحنا درسينا يعني هو درس هنعمل ايه. اه. رجعنا بالدهب الحمد لله بتاعت الفين وتمنتاشر والكاس افضل في العالم طبعا ده مش مش اول مرة الحدث ده في مصر لا اول مرة في العرب. يعني مش حد عربي حصل على هزا الكاس. وده طبعا شرف كبير لنا ورفعنا عالم مصر في الفين وتمنتاشر. رجعنا واحنا رجعين في الطيارة قال لي عبدالعزيز اللي اتعامل ده حدث كبير ولكن لازم نبتعرف تجيب دهب تاني. لان طبعا يعني الناس شغلة شغلة جامد والدول شغلة ان هي عاوزة اي دولة نفسها تجيب الده بترفع عالم بلده. فالحمد لله اشتغلنا على شغلة دي. طبعا قبل ما خود طبعا البطولة كانت في اخر الفين وتمنتاشر في شهر احداشر. فرئيس قابلني في شهر واحد الفين وتسعتاشر. اه كنت انا دايما بطلع في الاعلام وقول في فلاحة المنصورة عايزي قابلك رئيس كنت يعني فهو قابلني بقى قال لي انت بقى فلاحة بتاع المنصورة ايوة. قال لي انا فخور بيك. قلت له انا فخور بحضرتك ان انت بتقابلني وكده قال لي انا منحك وسام الجمهورة في الطب والقول ده بس انت تستحقها. فالطول انا بقعد حضرتك ان شاء الله ان انا نرفع عالم مصر بكرة اه السنة الجاية. ومش اجيب دهب وبس احنا انا لو جبت الدهب السنة الجاية انا بقى احنا ترتيب عام اول على العالم. مش بعبدالعزيز بس بمنتخب مصر يا. فانا الجملة دي مسجلة مسجلة ومعايا يعني. فالحمد لله انا وفيت بوعدي. ازي ما الرئيس برضو وفق بوعد وقابلني. فانا وفيت بوعدي وراجع بقى لي احداشر يوم. يعني اه اليوم اللي رجعت فيه دكتور اشرف صبحي الوزير. اه قابلني في المطار ده كانت مفاجأة كبيرة جدا. وكرمني في المطار. وكابتن اه محمد محروس الضهراوي رئيس الاتحاد المصر للقراطية. طبعا ده اللي مدعمنا من زمان. وعملنا يعني في كل حاجة يعني مرتب شهري. اه بيحاول يعني يخلينا مش محتاجين حاجة. اه بيحاول يعني حسل لنا الوضع ان احنا مش زاوه ما ما احنا اسوياء عادي خالص. ولينا متطلبات. فهو بيعمل لنا الحاجات كلها اللي هو يعني اني بقى مستريحين. حتى في المنتخف كنا بيتجمع في مكان كده مش وحش ولا حاجة ولكن مش مجهز لنا. هو ودنا المركز الاوليمبي بالمعادة انضف مكان في معنا مستوى مصر. واللي بيشرف عليه دكتور اشرف صبحي وزير الرياضة. فطبعا ده مجهز جدا جدا جدا. بالنسبة للاكل الشرب والنوم راحة نفسية اه صلاة اه مجهزة كل حاجة اه تمام. فانا بشكر كابتن محمد محروس الضهراوي المرة التانية رئيس الاتحاد المصر للقراط توفيره لكل الحاجات دي. ولان انا في اي وقت ممكن اتكلمه على الموبايل فهيرد علي حتى لو بالليل عادي. فده شكر خاص مني لي. وشكرا طبعا للكابتن محمد رمضان رئيس اه الرئيس المنتخب رئيس المنتخب قومي لنا. اه اللي هو اصلا مكم على المنتخب من الفين وعشرة من قبل ما اكون بطل حاجة. وطبعا لمدربي الكابتن هانو تونيبة عبدالله اللي هو اخويك كبير وكدوتي في الحياة. ويا رب بس يبقى نصه ان شاء الله. يا عبدالعديد كمان يعني ما عتمتش على البطولة انت كمان بيت تدرب الاطفال هنا في اكاديمية العالمة. فاا انت حالي بتجي خيطة كمان للاطفال. اه هو زي طبعا ما قلنا ان رؤية رؤية الكابتن هاني في البطولة اللي فاتت واللي قبلها. برضو دي رؤية المدرب بتاعي قال لي انت مدرب جامد. واحسن مثلا احنا المسافة بين الصالة وبيتي مسلا ساعتين. فبيقول لي انت مش تيجي ساعتين تتمرن وتمشي. كده انت مش شغال حاجة. اه الناس اللي وراي دول اه دعيبت طبعا الكابتن هاني كلها. انا بدرب معها ماشي كل حاجة ولكن الناس دي كلها في منتخب مصر. اه تقريبا كلهم يعني في منتخب مصر وابطال جمهورية. اه ادارك دل اصال انت مدرب مطولات اه ومراكز عادية جدا في الكراتين. اي. ده حتى مسلا الصلاة اللي احنا فيها دي اكديمية العالمي. اه طبعا مش هيبقى فيه صلاة زيائها كتير لان طبعا احنا مدعمين من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. اه اه في الصلاة دي لان احنا كنت بلعب باسم نوادي. ما كانش متوفر لمكان ان انا اتدرب فيه اه ادرب فيه. كان صعب جدا ان انا اروح نادي متفرغ للكراتي بس لان ازا ما احنا عارفين النادي بيبقى مثلا فيه اه كراتي وتايكوندو وكورة والعاب كتير فانا مش هيبقى المكان مش هيبقى متفرغ للكراتي بس. فطبعا جيت المحافظة هنا بعد تكريمي من سيادة الرئيس فلقيت المكان ده تقريبا يتفتح لنا وكده ان احنا نشتغل فيه على مستوى اه المحافظة بتاعتنا وكده. والحمد لله احنا منافسين ج او اه. يعني انت مثال عبد العزيزي اختزى بيه. شكر. بتحديك نفسك. منت الحق بطولين اا موردين على التواري. ايو دل. اه. دي دي مدلية العلم الفين وتمنتاشر. دهب. طبعا عليها هنا الشرح بتاع البطولة كله. بعدها على طول وصامة جمهورية الطبعة الاولى. من رئيس عبد الفتاحي السيطة. بعدها دي اخر حاجة بطولة العلم دي دهب. بأسباني مدريد عليها برضو الشرح التفصيلي كله. بس. احنا مبسوطين و احنا كنا معاك النهاردة. مبنى يوفاقك دايما و يحقق بطول اكتر و اكتر. و ترفع اسم واصل. بي اذنك. ندخلنا لك كل التوفيق والسياح. بي اذنك. اه معنا الكابتن هاني كمان. منتخب مصر للنشئين والنشئات اهلا محضرتك. السلام عليكم. اه هاني طنيبة عبدالله. اه مدرب منتخب مصر للنشئين والنشئات. اه و مدرب البطل عبدالعز عاصم. اه وحصل على بطولة العالم مركز اول في بطولة العالم في اسبانيا مدريد 2018. المركز الاول في بطولة العالم في دبي اه الفين واحد وعشرين. اه اه. كان ليك دور اساسي في اللي وصل له عبدالعزيز. زي ما كنت بتشدعه. كنت بتشدعه ان هو هيقدر الحق. هالمه في ان يكون بطل العالم. هأكيد بطبيعة عملي كمدرب ده الخط يعني اه أو التراك اللي ما ماشى عليه كويس. والحمد لله ان عبدالعزيز بغض النظر عن ان هو لاعب متميز و لاعب كويس معنا في النادي. في النادي بس هو ابن خلطي طبعا وامكانياته ما شاء الله البدنية والفنية يعني هي اللي أهلته الكده وهو طبعا قدر يعني يتجاوز كل التحديات دي كلها وقدر انه العقابات دي كلها يتجاوزها والحمد لله رب العالمين في النهاية بقى بطل عالم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك